السلام عليكم. في سؤال بيقول ما افضل بداية مواجهة نظرك تعييب مهندسين متدربين على استخدام البيم ام شراء اجهزة بامكانات عالية مع تدريب المهندسين المتواجدين بالشركة. طيب انا عندي شركة بتاعتي STS شركة متخصصة في تبني البيم وهكذا. فاول ما بيتلب مننا ان شركة تحول للبيم لازم يقعد افهم منه عدد المهندسين الموجودين ونعمل له مختبار يعني يعمل تقييم للشركة من كل حاجة من ناحية الأجهزة من ناحية سوفتوير من ناحية الإدارة من ناحية الشبكات من ناحية كل حاجة فمن دمن الحاجات اللي احنا منشوفها والطالب اتمنى كزا مرة احنا عندنا موظفين كتير وعايزين نمشيهم كلهم تمام ونجيب ناس بتشغل بهم طبعا ده قرار خاطئ جدا تمام الناس دي ما لهاش اي زم بحاجة زي كده طيب انت حتى لو جبتهم هانتسين متدربين ما انت كده برضو محتاج ان انت تعمل تشتير أجهزة بش معنى انت جبت الناس ان هما هيشغلوا الأجهزة طيب ايه افضل حل للحاجة زي كده؟ الحل ان انا بعتمد على على ناس اطعم بهم الشركة بش اطعم بهم شركة انا جبهم مش شركة تقولهم لا اطعم يعني كل قسم بجيب واحد او اثنين متخصص اي ده بيعمل نقلة نوعية لكل الموجودين بحيث لما تحصل مشكلة اقدروا يرجعو له هو يبقى زي سبورتريهم تمام وده اللي احنا بنعمله يعني احنا بنعمل دعم الموضوع التبني الشركة وبعمل انترفيوهات لناس او رشح ناس انها تشتغل في الشركة واحد في كل كسب ده بيعمل لانا لوعية الشركة في خلال شهر او شهرين بتستفاد منه وتبقى عندها قدرة انها تعمل مشاريع بينه فكرة ان انت ترفض ناس شغلة معك في الشركة ده هيخلي في عدم امان ويخلي ان اي حد يشغل معك في الشركة بيشواصك في الشغل معك بيعمل لك مشكلة جدا ويعني ربنامش يبارك لك يعني من الاخر تمام فلا روحت ابل كده شركة والله اللي عايزين نتبنى البيم وهنمشي الناس وهنعمل والطلوه ااسف انا ارفض انها تشغل معك تماما في اي حاجز كده لان الناس دي من هاش زنب انت مدتهاش كورس تمام انت انفروض تدها كورس والدعم وتشجع وهو الحاجات دي كلها وهتلاقي ان الشركة اللي هتحولت للبيم لو واحد او اتنين بيش رافض ان هو يتشغل بالبيم خلاص مفيش مشكلة يقدر يكمل والشوال ده اللي هيأثر في الشركة ففكرة الشركات كتير عملات انها عشان بتتبنى التكنية جديدة تروح ممشيها الناس ويجيب ناس تانية ده فكر خاطئ والناس اللي هتبقى موجودة معك هتبقى بش مبسوطة وبش مستريحة وخايفة وقلقنا وفي اي فرصة هتجله انهم يسيبوا الشركة بتاعتك يسيبوها درب الناس اللي موجودة معك دعم الشركة بواحدة او اتنين استعين في شركة متخصصة في موضوع التبني وان شاء الله خلال فترة بسيطة تكون شركتك بتقدر تشتغل او تخلي الناس بتوعك مثلا بيطوروا نفسهم واسناء ده بتعتمد على شركة تعمل لك الشغل وفي نفس الوقت تبدأ الناس اللي معك تبدأ تتعود على شكل الملفية تقدر تفتحها تقدر تتعامل معاها تقدر واحدة واحدة هم يتمنوا الفكرة يعني لو عندك مزنوف مشروع وبشريه ده تقدر تعتمد على ناس اللي عندك وارديها لشركة تانية والناس اللي معك يبدأوا يتعلموا يبدأوا يتدربوا على الشغل موسيقى